على وقع أزمات سياسية وحروب تجارية تعصف بالعالم تعقد قمة الدول السبع الكبرى في بياريدز الفرنسية الشرطة الفرنسية أعلنت تأهبها الأمني وعمدت على نشر عشرات الآلاف من عناصرها في أنحاء المدينة وشوارعها ورغم الاستنفار الأمني إلا أن تلك الإجراءات لم تثر غضب سكان بياريدز بل رحب كثيرون باستضافة مدينة للقمة الأمر يبدو جيدا والتقص رائع والمدينة جميلة نشعر بالفخر بأن قمة السبع ستعقد في مدينتنا المدينة جميلة ونشعر بالأمان وتنتشر الشرطة في كل مكان وكل شهر أعتقد أن اليوم سيكون جيدا الزعماء والذين بدأت توافدهم إلى المدينة الفرنسية للمشاركة في قمة السبع سيتعين عليهم التباحث بشأن عدة قضايا أبرزها الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين والاقتصاد العالمي الذي بات على حافة الرقود ويتصدر جدول الأعمال أيضا قضايا تغير المناخ خاصة حرائق الغابات المشتعلة في منطقة الأمازون أما الرئيس الفرنسي إيمانويل مكرون فحاول التقليل من شأن أي توقعات لإيجاد جبهة موحدة بين زعاماء قمة السبع ترجمة نانسي قنقر